أقدمها لكم من أول قناة الخبارية في الجزائر إذا نجوى مغشاتي لغائمة على أغلب المناطق الشمالية مع احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية أحيانا بغرب البلاد نسأل نشاتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صفاء واستقرار يميز المناطق الشمالية سحب عبرة على مرتفعة الهجار والتسليل حتى على الجنوب الشرقي وأقسى الجنوب الجزائري نسأل بكم مشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الخميس بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله هبوب رياح من ضعيفة لمعتدلة نسبيا على أغلب المناطق الجنوبية لن تتعدى سرعة 40 كم في الساعة بالنسبة للمناطق الشمالية الرياح رح تكون ضعيفة تصل لحوالي 30 كم في الساعة أمعنى الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الخميس نتوقع بإذن الله تشكل باب خفيف قرب السواحل الوطنية لاجوة رح تكون مغشات جسئيا على أغلب الشمال الجزائري بالنسبة للمناطق الجنوبية لاجوة رح تكون مغشات بصحب من النوع العالي والمتوسط على الجنوب الغربي حتى بالشمال الصحراء بالنسبة للمناطق الجنوبية الأخرى لاجوة رح تكون مغشات إلى غائمة على أقصى الصحراء ومرتفعات الهجار والتسلي بإذن الله إلى حوالي 30 درجة على منطقة عين صلاح 28 درجة بتين دوف 29 درجة على أدرى 24 درجة على إليزي ستسجل 27 درجة على عين قزام ورقلا وحاسم سعود حتى بشار 27 درجة بغردايا 20 درجة على الجزائر العاصمة 21 درجة على وهران تيزي وزو منطقة عنابة 18 درجة على صطيف وقلم البيض نعامة مشرية والتيارة الجلفة حتى تلمسان 22 درجة على منطقة لغوات أمال الوضعية الجوية المرتقبة لظاهرة الخميس نتوقع بإذن الله أجواء مغشة جسئيا على كل السواحل الوطنية تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهذاب العليا حتى على منطقة الأوراس ممكن أن تعطي بعض الأمطار المتفرقة بالنسبة للمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مغشات والشبهة رعدية على الجنوب الغربي حتى بشمال الصحراء احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة على أخص الصحراء ومرتفعات الهجر والتسليل لكن يبقى التقس مشمس على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع تطير الرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الخميس تصل بإذن الله إلى حوالي 42 درجة على عين صالح 43 درجة بتندوف 44 درجة على منطقة أدرار 42 درجة بعين قزام 32 درجة على التمنرات 38 درجة على إيريزي 31 درجة بالجزائر العاصمة 28 درجة على منطقة وهران 30 درجة بتلمسان 32 درجة على البيض نعام ومشرية 30 درجة على العنابة جاية جيجل وسكيدة 36 درجة على قال ما معي انحالة البحر اليوم الخميس البحر بإذن الله رح تكون قليل الإتراب على كل السواحل الغربية والوسطة مع ريحة رح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تتربح سرعتها م gadarin 30 حتى 40 كم في الساعة وبالنسبة للسواحلة الشرقية البحر رح تكون من جميل إلى قليل الإتراب مع ريحة شمالية إلى شمالية شرقية تتربح سرعتها م Boon편 60 حتى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوبية نتجه بكم اليوم لولاية تبسة فإن التقص بها أيام الخميسة الجمعة والسبت يبقى دائما تقص مستقر ومشمس على العموم مع درجات حرارة دنيا تتراوح مبين 16 حتى 17 درجة خلال الصبيحة ومبين 32 و33 درجة خلال الظاهرة الريح فيها ستصل حوالي 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة تكون مرتفعة حوالي 80% كالعادة نختم هذه النشرة الجوبية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمسة التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعتنا لأحوال التقص يوم الخميس والله أعلم شكرا لكم على كرم المتابعة في يمن الله